أسليمي يكشف مخاططا جزائريا لتوحيد تونس والجزائر في دولة واحدة كشف المحلل السياسي الدكتور عبد الرحيم نرى أسليمي عن معلومات خطيرة تشير إلى تسريب مخاطط جزائري سري يهدف إلى تحويل تونس والجزائر في دولة واحدة أفد سليمي أن هذه المعلومات المسربة من المخابرات العسكرية الجزائرية تخص مخاططا سيتم عرضه على الرئيس التونسي قيس عيد وبعض القيادات العسكرية التونسية وحسب سليمي فإن هذا المخاطط يدعو إلى تحويل تونس والجزائر إلى دولة واحدة وتشير هذه المعلومات أنه بعد فشل المحاولة الجزائرية ببناء كتلة في شمال إفريقيا بدون المغرب فإن العسكر الجزائري أعد مخططا لتكوين دولة واحدة جزائرية وتونسية وأنه اختار الوقت المناسب الذي تعيش فيه تونس صعوبات كبيرة وأضف سليمي إلى أن هذه المعلومات الجزائرية تشير إلى أن التكوين السوري لقيس عيد وتشبعه بفكرة الوحدة والقومية العربية بالفهم السوري يسهل اقتراح الجزائر بعملية الاندماج بين تونس والجزائر في دولة واحدة يبدو أن الجزائر بعد عزلتها وبداية غرق نظامها العسكري تجد آمامها منفذا واحدا واقتراح اندماج تونس والجزائر في دولة واحدة ترجمة نانسي قنقر